يبين حال الفريقين يوم القيامة وكأنك ترى وجوه الفريقين بناظريك فيقول سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الآية رقم 167 لا داعي إطلاقا كما قال بعض سادتنا من أهل التفسير لا داعي لصرف اللفظ عن حقيقته في البياض والسواد لا داعي لصرف اللفظ عن حقيقة فالبياض والسواد للوجوه حقيقيان يوسم بهم المؤمن والكافر يوم القيامة فقدم الحق جل وعلا وعيد الكافرين بسواد وجوههم بما عليها من الذنوب والمعاصي والجرائر السيئة ثم يقال لهم على رؤوس الأشهاد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم لأهل العلم في تفسيرها عدة أقوال منها ما قاله أبي بن كعب رضي الله عنه قال هم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق فالكل آمن يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فيعرفهم الله عز وجل يوم القيامة بكفرهم فيقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد إيمانكم في يوم الميثاق هذا قول أبي بن كعب قال الحسن بل هم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأظهروها بألسنتهم وأنكروها وجحدوها بقلوبهم وأعمالهم فهؤلاء قالوا أكفرتم بعد إيمانكم أي بعدما أظهرتم الإيمان بألسنتكم وأقوالكم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال عكرمة هؤلاء قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ولما بعث كفروا به فذلك قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم وقال أخرون بل هم من أهل ملتنا ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى قال علي بن أبي طال في أثر مخيف والله قال علي رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من أهله فما يؤوب أي فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة وإن الرجل لا يخرج من أهله فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار ثم قرأ قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وفي الحديث الذي راه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي في نفس اليوم ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح في نفس الليلة كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالآية عامة في كل من كفر بالله بعد الإيمان فاستحق العذاب في الآخرة قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الباء هنا للسببية أي بسبب كفركم وما ربك بظلام للعبيد